اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بديف النهاردة في المحترف الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم هيكون معنا بيعني التحليل الفني ورؤيته ان شاء الله لمشوار منتخب مصر خلاص خطوطين بإذن الله ونحصل على الكاس مرحب بيك يا محسن أهلا بيك ومبروك مبروك ألف مبروك الله يبرك في حركة ومبروك لنا كلنا طبعا ومبروك لحركة وبصراحة المنتخب فرحنا والفرحة حلوة أكيد أكيد الفرحة حلوة وإن شاء الله تكمل بإذن الله خليني قبل ما نخش في مشوار المنتخب ونتكلم على المنتخب بشكل عام عايزة كلمك كنت بتكلم يمكن قبل ما تخش على الخريطة الأفرقية بدأت تتغير يعني بدأنا نشوف فرق يمكن كنا بنفتكر من سنين قليلة أنها فرق خلاص ممكن تتغلب خمسة أو ستة لكن شفنا فرق زي جزر القمر شفنا فرق زي جنبيا غينيا الاستوائية بتتكلم حتى على مستوى الوصول لنص النهائي شايفين بوركي نفسه آه من الفرق المميزة لكن خريطة أفريقا بتتغير محسن أكيد طبعا يعني حتى لو مش بس المنتخبات اللي هي ما كنش بنعملين لها اي تقدير أو اعتباره سبحان الله بقت شوفوا ستة في فن زي جنبيا مثلا أو اللي حرك زكرتهم لكن حتى المرشح الأول الفوز بالبطولة خرج مندور الأول صحيح أو منتخب الجزائر باعتراف الكل ويعني حتى سواء حتى يمكن كتلكيب الفرنسية كانت حطط الجزائر الوحد وفايف ستار بخمس نجوم الوحدة إنه ده مرشح للمرشح الأول والأبرز للفوز باللقب وبعدين خدت بقى المنتخبات بشكل متتالي فسبحان الله ده خرج مندور ألو معا منتخب غانا منتخب غانا ومنتخب الجزائر اللي اتنين لعبوا المباراة النهية للفاصلة على كاس العالم اللي انتاهلوا كاس العالم في قطر يعني عشرين وعشرين فأصد أقول إن هي طبعا بتتقلب فالحمد لله إن احنا مرحناش في الحتة دي يعني المنتخب مصر كبير فالحمد لله ما رحش في القصة دي قدري حافظ على نفسه ومحافظ على نفسه منتخب مصر في الجزئة دي يعني وإن شاء الله بإذن الله مستمرين كنت بتكلم كمان قبل ما نخش في تفاصيل مفجآت مفجآت كبيرة حصلت على مستوى النتائج على مستوى يعني الأداء أنت شايف على مستوى الأداء على مستوى طرق اللعب على مستوى المدربين شايف البطولة الأفريقية لغاية دي الوقت رايحة لفين أو وقفة فين يعني بصراحة كانت متبينة بشكل كبير يعني ممكن حتى بأخذ لها مثال منتخب تونس منتخب تونس مشواره في البطولة دي بيعبر على البطولة كلها اللي هو ايه بيمش على سطر ويسيب سطر يعني مثلا أول مباراة خسر من نالية يعني يكسب ويفوز يكسب ويفوز وما فيس أي ثبات يعني مثلا يكسب نيجيريا العملاق اللي هو كان متخب الوحيد اللي كسب مثلا ثلاث مرات من ثلاث مباريات وبتصع نقاط كاملة الوحيد اللي عمل جام بيفوز على بعدين بيخسر من مركينة فاسل وبيخسر من جام بيقابليها اللي هو أول متأهل البطولة أول مرة يسعد يعني البطولة أو يشارك في البطولة كذلك برضو هنشوف المنتخب زي جزر الأمر أول مرة يشارك وبيتهل وبيطلع منتخب زي غانا ومش ضربة حظ الفوز عليها مكانش واحد سفر مثلا ببلاط شلاء ده واحد واثنين وثلاثة يعني حتى لما غانا قدرت ترجع في نتيجة وده طبيعي جدا لمنتخب كبير قدرت هو يأكد فوزه كمان بالهدف الثالث فسبحان الله الخارطة تغيرت وديه حلول بصراحة أو متعة البطولة أن أنت بيش لها توقعات يعني أنا دايما حتى لما نيجي بس الكلام لمنتخب مصر دايما بشبه البطولات بالنسبة لمنتخب مصر زي بطولة 98 بالزبط في حاجات كتير بالزبط زي عيوة وحرك طبعا كنتم موجود فيه أعرف الكلام ده لما بدأ بس مع بعض الاختلافات يمكن الراحل العظيم من الكابتن محمود الجاهري لما قال لك احنا مش هناخد المركز الثلاث تاشر الناس قامت عليه وقتاق نفس الكلام لما يكيروش قال لك احنا مش مستعدين البطول مش هناخده ومش مطالب وحتى صلاح علي احنا مش مرشحين ده ان كان تصريح سيء في الناس كلها هجموتوا علينا المتخب مصر ما ان يشارك فيه بطولة حتى لو وديها ومرشح لفوس بها ولكن هو رفع الضغط تماما عن كل اللعبة زي ما عمل الكابتن محمود الجاهري ما طبيعا محسن دايما في البطولات زي كده بتكون الغرف المغلاقة دايما بتبقى لها أهداف والمعلن ممكن جدا طبعا طبعا لتموي الخصم حتى يعني حتى لما الكابتن جوار الله يرحمه قبل البطولة قال كده حتى على مستوى المستوى المنافسين اللي يقبلوك يقولك هو منتخب معنويا واقع وما عندوش ظهر اعلامي وما عندوش وجمهير حتى بتتكلم عليه وعندوش جماهير حتى بتتكلم عليه وعندوش فرات بالتالي بتشيل الضغوط على اللعبة ويبقى عندك أمور حتى تقدر تشغل عليها بالمناسبة هي النقطة دي اللي وقعت منتخب الجزائر الفرق ما بين الجزائر 2019 وجزائر عدوشين ان الجزائر 2019 ما كانش عليها اي ضغوط خالص ما كانش مرشح للفوز باللقب قدر يمشي بشكل الجواد وطبعا فرقة كلها كويسة جدا قدر يتسلل للبطولة وخذ البطولة عن قدرة واستحقاك وما كانش مرشح المرة دي لا كله عمله ألف حساب ده مش بس واخد كاس العرب وفرقة غير الفرقة وعنده فرقتين وقبل ما يلعب البطولة على طول كان راح لعب مباراة وديها مع جانا وقدر يفوز عليها 3-0 في قطر فلا حدث على حرج وعنده وفر في كل حتة راحت غلب وطلع من الدور الأول وده اللي بتكلم عليه محسن ممكن يكون الثقة في النفس الزيادة شوية بتأثر السلب وأكيد ده شكنا مش هنقول طبعا منتخب الجزائر منتخب عرب نتمنى أنه هو يكمل لكن أنا بتكلم على الدروس المستفادة دروس المستفادة من خروج فرق كبيرة زي ما بتقول الجزائر حامل لقب السابق بيقرب من دور المجموعات إن شاء الله كمان من الحاجات اللي احنا لازم نستفيد منها وعاية كلمك قبل ما نخش على منتخب مصر لما بنقول خريطة الكرة في أفريقيا بتتغير علشان فيه لعيبة محترفين بشكل أكبر حتى على المستوى الثاني والثالث من المنتخبات أنا دايماً ببص للأدام شوية يعني دايماً ببص للأدام شوية يعني انت شايف منتخب مش هقولك منتخب مصر دلوقتي ولا السنة الجاية بعد كاس العالم انت شايف منتخب مصر كمان أربع سنين هيكون إزاي لا بالتأكيد يعني عايزة أقول لحركة هقول لحركة الحاجة مثلاً في مباراة كوت ديفوار رغم أن نلفوز عليها على كوت ديفوار كان بدربات الحظ الترجحية لكن الناس كانت مبسوطة ليه أنا حتى لو المنتخب تلا قدر لها خسر أنا كنت أبقى متطمن على السرع لأنه كان مسيطر وشكله حلو أنا لما شفت منتخب مصر قدام كوت ديفوار أنا اتطمنت على مطشين السنغال اللي هم الأهم بقى يعني أهم من كاس أفريقيا كلها انت تساعد كاس عالم وتلعب كاس عالم هذا الجيل يستحق طبعاً عندك أفضل لعب في العالم ولا تلعب إمتى في كاس عالم ما تلعبش في الجيل ده فعشان كده لما شفت مباراة كوت ديفوار أنا اتطمنت على مطشين السنغال وأنا دائماً بحب أن المنتخب يقابل فرق كبيرة يعني كل ما يقابل فرق قوية بيدي أكبر كان حالك قلت في الانترو أن حتة الفندق ويخليهم فيها عشان دي بيدي يحافظ بالضبط لأن من رحم المعنى يولد الأبطال أنا مش عايزه بقعد مرفه جداً فبالتالي العملية في الترفيه في الترفيه فخلاص بيبقى العملية سهلة طبعاً الأجيار اتغيرت واللعيبة دي طبعاً لعيبة طبعاً تلعب المستوىات عالية لكن دائماً أنا شايف خاصة البطولة الأفريقية بطولة مميزة جداً ملهاش مسيل في العالم يعني على مستوى خاصة ليها مواصفات خاصة ومفاجآتها الخاصة وحتى على مستوى الإقامة على مستوى المعيشة وفقر القارة بيفرض نفسه عليها صحيح يعني فقر القارة الظروف بتفرض نفسها إنك طوله لقتها تتكلم أصل الواحد خطف المايكات ومشي أصل ما جابوش تويسل وجابوه لهم مش عارف الناس تركبت شعارف توك توك حاجات غريبة جداً حتى كرش تأخر على البيتماع المنى بسبب الزحمة والمساحات اللي كان فيها يعني شوات غراب يعني دائماً العجايب بتبقى موجودة في القرى الأفريقية ولكنها في النهاية بصراحة بتدينا نكهة نكهة بخصر بصراحة بتدينا طعم حلو بصراحة البطولة في الآخر أنت بتحب بشحة تتخلص يعني حتى لما تلاقي ايه كلما تقرب للنهاية بتتمسك أكتر وتلاقي حتة الأهل وزمالك تتلاشى شوية كان صلاح طبعاً كان فجرها قبل ماتشو كود دوفور والناس وجابت نتيجة وعشان كده صلاح قائد ليس في داخل الملعب ولكن خارج الملعب أيضاً هو إدري يلم الموضوع ده حتى تلاقي الموضوع التحفيل ما بين الجمهور الأهل وزمالك هي دي شوية قاله بدأ ناس يا عم مش وقته بقى يعني يعني يعيجي حفل مثلاً على العبزة مالك مش وقته مش وقته خلينا ده ونبي بلاش يعني حتى لما يجي كان أحد المنتمين لنادي معين كتب كده بيشيد بحد فجمهوره نفسه دخل قاله لا مش وقته يعني مش وقته ده مش وقته يا عم خلينا مع المنتخب لأن في النهاية اللحمة هي خلينا نتكلم في دوت لما الدور يبقى ده أهلي وده زمالك وده سمعين لكن احنا بنتكلم باسم مصر طبعاً اسم مصر أكبر من أي حاجة وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائل شوية محسن إن شاء الله بإذن الله المشوار شايفه كده إن شاء الله رايح للبطولة خلينا نتكلم بالتفصيل شوية عن منتخب مصر وإداءه حاخدك للماتشين الأخرينين مباراة صحي العاف ومباراة المغرب تمام يعني طبعاً المنتخب ظهر بشكل مغير تماماً للدور الأول للدور الأول يعني خسرين من ناجيريا في مباراة هي الأسوأ للمنتخب في الفترة الأخيرة بل بالعكس إحنا حمضنا ربنا إن حكسرنا واحد سفر بس كنا ممكن بالطبيعي جداً نخسر أربعة أو خمسة كمان بفظيل الأداء السيء وتغيير المراكز حتى لما كسبنا يا كابتن غينيا بساو أو حتى السودان مش ده يعني مع احترامي طبعاً لتقديرهم يعني مقدر للمنتخبات دي لكن مش ده المنتخب اللي قدر أقول أن منتخب مصر فاز عليه يعني في النهاية منتخبات الاتنين على المستوى كنتم متواضعين جداً من مقارن طبعاً بمنتخب مصر ومع ذلك فست بشكل أنفس أصلاً يعني واحد سفر واحد سفر بالعافية في وقت إن أنت كنت مرشح تكسب تلاتة واربعة عشان تصلح جمهورك لكن قدرت تصعد وتتآهل واجهت بقى الغول الإفواري أو الفيل الإفواري اللي كان مطلع لسه منتخب الجزائر بالتلاتة وكان عامل مباراة حدس ولا حرج وطبعاً بسم الله ما شاء الله محترفين في كل مكان لكن أنا يعني بصراحة مش عشان التاريخ لأ إنه كنت متفائل لأنه أنت في المتشاط دي بتظهر فسبحان الله أنت يعني كنت دفار ما شافتش معاك حتى لما الفرصة اللي قدر طلحها حامد شناوي وأبو جبل بعد كده لما شارف بداله كذلك لما جات المغرب برضو والله برضو نفس التفاؤل يعني أنا أقل شوية لما نقابل بقى منتخبات أقل شوية يعني أقل أنا دايماً أنا سعيد إنه في طريقنا الكاميرون وإن شاء الله ممكن يبقى السنغال بإذن الله لأن كده أنا قدر أقول لك إن شاء الله المتخب يفوز بالبطولة هو ظهر بشكل مغير لأن منتخب مصر شئنا ما باني له تقاليد خاصة في كاسر أم أفريقية المتخب الوحيد في أفريقيا كلها اللي بعرف تعامل مع البطولة دي الناس عادت تقول إنه مثلاً إيه البطولات مجمعة لأم الشرط مالوش مالوش كتالوك في كاسر أم أفريقيا يعني سواء على أرضك بره أرضك ده بالعكس بره أرضك بتلاقي دايماً تسمع حكايات وعملوا وراحوا مش عارفين جبلوه مش شايفين ومش عارفين حصل للفجر الساعة حاجات كده دايماً هم يعني بنحب الحاجات دي حتى بتابع طبعاً السنوات الحليلة للأخوة الأشقاء في التوليس المغرب كلهم بيكلموا في القصة دي يقول لك قال لك لأنه ليه تقاليد خاصة في الكان الكان الأخوة الأفريقية ومنتخب مصر بيعرف يجيد التعامل دي بتاعته لعبته يعني أنت ملك أفريقيا ما هو السابعة دي مش منفراغ يعني حتى كان دايماً ناس يروموا علينا أقول لك إيه دا منتخب مصر مزود بطولته لأنه أخذ البطولة لما كانوا ثلاثة فرق بتلعب أولاً الرد على ده إحنا خدناها مراتين بس لما كانوا ثلاثة بيروا أعتقد صعب جداً على أي منتخب في أشخاص يحقق هذا الإنجاز لكن كمان تعالوا مع بعض نشوف مع حضراتكم منتخب مصر كمان بيسطر تاريخ جديد في الكاميرون من خلال الفيديو اللي هنشوفه مع حضراتكم واصل منتخب مصر كتابة سطور الملحمة التي يخطها حالياً في الكاميرون خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما وضع نفسه عن جدارة واستحقاق في المربع الذهبي للبطولة القارية العريقة قدم منتخب مصر واحدة من أجمل مبارياته ورسم الفرحة على وجوه جميع المصريين على اختلاف ألوانهم بعدما نجح في الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الثمانية للكام بداية المباراة جاءت قاسية على منتخب مصر بعد تخلفه بهدف مبكر من ركلة جزاء تحصل عليها أشرف حكيمي نتيجة من أيمن أشرف الذي عرقله داخل منطقة الجزاء لكن منتخب مصر بعزيمة الرجال لم يلتفت لهذا الهدف المبكر وكشر عن أنيابه متسلحا بآمال الملايين من عشاقه ودعوات الأباء والأمهات خلف الشاشات ونجح بفضل ملهمه محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل بعد مرور ثماني دقائق من عمر الشوت الثاني في الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة مئة عاد محمد صلاح من جديد وصرق الأضواء بعدما مر بسرعته من الجبهة اليمنى ولعب عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها محمود حسن تريزيجي بهدوء ومهارة لتتهادى الكرة داخل شباك الحارس الأختبوط ياسيم بونو معلنة عن هدف ترجيح كفة منتخب مصر انتصار تاريخي لن ينسى ضرب به المنتخب الوطني موعدا في الدور قبل النهائي من البطولة مع منتخب الكاميرون صاحب الأرض يوم الخميس المقبل في التاسعة نساء بتوقيت القاهرة طبعا مشوار أكتر من رائع لغاية دلوقتي بنتكلم دايما بإذن الله إن شاء الله عندنا خطوتين خطوة الكاميرو إن شاء الله يكون المبرأة النهائية في صالحنا وإنفوس بيتامنا لكن زي ما بقول لحضراتكم أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله سأخذ رأيي محصن في الموضوع دوت لو إحنا بهذا التركيز وهذا الأداء الرغولي أعتقد مهما كان الأداء الفني على مستوى التكتيج أو ده خلي بالكو آه بيفرق لكن ممكن يفرق 20% أنا في رأيي الشخص يا محصن إن الروح القتالية اللي ظهرت أمام منتخب ساحل العاج وأمام المنتخب المغربي هو ده العامل الأقوى بالضبط في الفوز بالمتشين الناس ليه قدرتك يعني مثلا في مباراة كود وفرخة ناخد الأول كان ممكن مثلا ضربات الجزاء دي لعب يضيع عملك وتخسر ضربات الحظ لكن أنت سيطرت هو ما شافش قدام أنت اللي كنت أكثر كمان الأصعب قدام منتخب الجزائر عفوا منتخب المغرب أنت منتخب مغرب بحكم التفاق التاريخي للمنتخب المغربي بيلعب عليك نفسيا وبدأ أنت بدأ المباراة أنت مهزوم 1-0 أنت بدأ المباراة مهزوم ومع ذلك أنت اللي هو ما جالوش بقى فرصة أن يحطمك نفسيا ويسجل التاني ويخلص عليك لا أنت منتخب مصر هو اللي قدر يفرد نفسه عن مغرب فرد أسلوبه ضيع وضيع وضيع وحتى هتلاحظ مثلا أن واحد زي محمد صلاح ناس باسكت بتعترض على وجود تريسي جي لأنه غايب بقاله سنة ويدوب رجع بس هو كان وضيع طبعا ثلاث فرص سهلين بصراحة قدام كود دفوار منهم في الدائل الأخير كان ممكن يرحمنا من ضربات الترجيع لكن كان مدرب حريص وفيه قائد تاني لهم محمد صلاح مدرب داخل الملعب أنه عايز يديله الحتة دي وبنشوف دايما في اللحظات الحاسمة لحد ما اللحظات الحارجة في المباراة شفناها أكتر من مرة حتى المباراة اللي فاتت كان كروش بينين ده على محمد صلاح ويتكلم معاه في بعض النوقات أكيد التكتيكية على مستوى التكتيكي فده دور القائد زي ما بنقول وخلي بالك احنا شفنا في رأي محمد صلاح من أفضل المباراة اللي عملها مع المتخب مصر مش على مستوى الفني محدش أتكلم على مستوى الفني لصلاح لكن على مستوى القيادة على مستوى التواجد على مستوى الروح أعتقد الشخصي كان مهم جدا يمكن دي كانت أكبر نقطة هاجم فيها المغربة المدرب واحد خلو زيتش مدرب المتخب مغرب نقطة روح محمد صلاح مش روح محمد صلاح يعني وما بالبديه كده قال لك مين أفضل لعب في الفرقة في منتخب مصر محمد صلاح يعني ده اللي يتنبسك وانت مغمض يعني طب فين ده جايب جون ومدي أسست يعني هو محمد صلاح وما بقوله محمد صلاح هو اللي هزم منتخب مصر منتخب المغرب اتنين واحد سجل هدف طب فين الناس مش مسكنوا ليه وإدري يصل بكورة مكررة من الدوري الإنجليزي أو في أحدى مقرات دوري أبطال عفواً كدد روما ليفربول وروما وهدف مكرر وعمله بنفس الشكل وانتوا ما تعلمتوش ليه وبيدي أسست اللعب تاني في الدوري الإنجليزي بيسجل هدف وبيقدر يطلعك انت من الموضوع يعني إدري 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 يطلعك انت من موضوع مع العلم إن المنتخب مصر كان مفترض أنه يبقى أكثر إرهاقا من المنتخب المغرب لأنه لعب 120 دقيقة زبوط زائل ضربات ترجحية فيها توطر وضغط قدامك الدفور في حين المنتخب المغرب ما عملش كده كان كسب ملاوي في الوقت الأصل المبارد وموضوع انتهى لا هو لعب معك 120 وهو اللي كان منتخب المغرب في الدقائق الأخيرة كان مش قادر بقى خلاص بدنيا مع أنه المفروض أنه لطلعك أكثر يعني أنه سبحان الله ده السبب العزيمة ينتلاقي حتى الشباب الصغارين مش الصغارين بقى اللي هم جداد على المنتخب زي محمد عبد منعم زي فتوح اللي هم فرضوا نفسهم بقوة تلاقي دايما الصغار بتاعتهم كلها فيها حماس الكبار دايما بيحفزهم محمد صلاح بقائد فعلي لبرة الملعب وداخل الملعب وكمان هو مدرب داخل الملعب مش مجرد قائد عشان كده منتخب مصر بينجح في البطولة دي لأنه دايما بيخلق منها حالة يعني أنا مثلا كنت واحد من الناس حزيني أنه بتبقى البطولة دي إن شاء الله ما ينجحوش فإنه يخلوه كل أربع سنين لا لأنه دي دي بتمتعني يعني حكاول كان دي ما تخلص ومهما تقولها ما تخلص مع مصر تحديدا فعشان كده محمد صلاح يعني حدثه على حرك طبعا أكيد يمكن حتى كان رابط الدورلي الفرنسي كانت نشرت صورة اللي هو بيوسي حكيمه قالت موهبة تدعى موهبة أو تعترف موهبة يعني صحيح كان منظر مرأة طبعا خلينا نتكلم بكل أمان هي دي الكورة هي دي الروح الرياضية اللي بيحارب في الملعب تسعين ديئة أو مئة وعشرين ديئة ولكن بعد انتهى المباراة تبقى الروح الرياضية هذه اللي سائدة وهي الصورة الأشهر دلوقتي صورة محمد صلاح وأشتراف حكيمه ممكن نشروها الصحف المغربية نشرتها على صدر الصفحات السوشيال ميديا الصحفة الأوروبية نشرتها يمكن حتى أشتراف شرق المغربي لعب نادي الزمال نشرتها على صفحته يعني صورة هو مش فيها كمان وفرقيته مغلوبة مع ذلك حطها ورسم عليها قلب يعني اللواء بيقدر سنطبقى الرياضة يعني في الآخر احنا لاحظنا دايما ده ما اللي ما بنحبش نقابل العرب مش عشان حاجة رقم واحد عشان يبقى فيه فرصة ان احنا الاتنين نصعد مع بعض رقم اتنين بلاش الخلافات تبقى بسيطة دي مش عايزينها يعني بتبقى حاجات كده بتحصل بعض المنشآت لو خدت بالك احنا لو ما قابل من قبل المغرب ما كانش فيه اي تجاوز بصراحة لمنا ولا من الجانب المغربي كان فيه الوعي عالي جدا 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 عند الطرفين حتى بعض المباراة الموضوع انتهت رغم وجود منواشات ما كان يجب ان تكن بس ده طبيعي خلال المباراة بتحصل كتير جدا جدا عنيني قال طبعا في عصبية في الأداء كل واحد خايف طبيعي على بلده وخايف على النتيجة طبيعي جدا لكن انتهت المباراة خلاص عالف مباروك للفائز وهارض لك للمهزوم وهي كرة القدم كده لا بد من فائز يعني طيب عايز اعرف رأيك كيروش امام نيجيريا وكيروش امام المجرد لا كيروش هذا التحول يعني التحول الإيجابي غريب والله العظيم غريب الحمد لله الناس كلها على فكرة الناس واحد يقولك ايه هو رد على منتقدين لا منتقدين كلهم عندهم حق انتهت مارش نيجيريا لا دخلت يعني حتى الناس بدأت تنتقد اللعبة وتقولك اللعبة ليه ما لعبتش لعبها طب هو كان ملعبها في مراكزة عشان تلعب لعبها يعني هو مرحم لا درب ولا سب حد يدرب يعني لعب ولا سب حد يلعب يعني ما سبس حتى اللعبة في مراكزة فيقدروا يلعبوا لعبوهم ما عملش ده جاب ده اليمين شمال واللي في النص مش عارف ايه كان حتى بتلاحظ ساعتا كان فيه تنضر كده يحط صورة محمد الشنوي وقولك ايه الوحيد اللي تقال لك لونه لعب في مركزه صحيح تقال لك لونه لعب في مركزه وبدأ ايه طب خلاص الشنوي يحط صورة لك الشنوي هيبقى مهاجم المرش لانه الرجل يعني الحاجات ده ما عرفش كم يعملها ليه وجهه مغير تماما لما رجع لده وطبعا هو اكيد مدرب قدير يعني رجل درب في كاس عالم وليه تاريخ وكان رافض حتى الانتقادات بتاعتنا لكن ما ان يعني المنتخب ظهر بشكله الحقيقي في مباراتي كود دوفور والمغرب لا احنا كمان نخلي بالك اه ساعات النقد واحنا يعني عمتا على مستوى على مسترهيدين او البرامج الرياضية من حقك تنقض في حدود طبعا الادب وده اعتقاد الشخص ان هو وصل هناك وسمع ومش عايم انك تسمع الانتقادات وتصلح من امورك لان انا شايف كمان على مستوى التكتيكي على مستوى توظيف اللعيب على مستوى التغييرات في حاجات كتير اكيد زي ما بنتكلم على البطولة الافريقية مش نسين طبعا نادينا العظيم النادي الاهلي وبعستنا اللي وصلت من نص ساعة لدبي لطبعا للمحفل العالمي الكبير ان شاء الله في كاس العالم اللي حيقام ان شاء الله في ابو ظبي من خلال طبعا حلقتنا ان شاء الله هنتابع وصول بعستنا وعندنا كمان الجماهير الجماهير المصرية الكبيرة اللي بتساند النادي الاهلي في اي مكان النادي الاهلي لو حتى راح جزر القمر هتلاقي جماهير النادي الاهلي موجونا موجودين لسه فيه طبعا الباص الخاص بانتقال اللعيبة من المطار كلنا شايفين اللعيبة الإجراءات الاحترازية موجودة يا رب السلام لكل اللعبين وزي ما بقول لحضراتكم كمان محسن محفل عالمي النادي الأهلي عودنا عود جماهيره وأنه هو يكون متواجد في هذا الحفل اللي بيقام طبعا كل سنة وإن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة رغم ظروف صعبة أكيد طبعا أنا كنت عندي يقين كده أن النادي الأهلي كان بيعينه لما خد در الأبطال العشرة على حساب كازر شيفزي كان يقوله بقى أن ياخد مركز متقدم عن التالت خلاص لم يعود يشفع للنادي الأهلي أو يشبع رجب النادي الأهلي أن يكون مركز التالت لكن شاء الله ظروف أن يحصل للضروب ده وبصراحة حسنا فعل جمهور الأهلي قبل إدارة الأهلي أنها متقبلة محدش قال بقى المنتخب واللعيبة لا خلاص كل الناس لا ومساندة زي ما أنت شايف محسن مساندة جماهير النادي الأهلي موجودين في أي مكان في العالم ما فيش شك طبعا أن جماهير النادي الأهلي زي ما بقولك جماهير يعني بتحب كورة بتحب ناديها وشايفة أكيد شايفة الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي الأهلي من إصابات وغيابات وطالما يعملوا اللي عليهم بالضبط الشباب الصغير ده ما هو فكسر ربطة نال استحسان الجمهور حتى رغم لسه شباب صغير ما حدش عارف أسماءهم لكن الناس قال لك حتى الجينات موجودة بقطوا عشان يتعدلوا في الدقة مش عارف كام ويعملوا وشباب صغير فده شيء جميل جدا كون أنهما يبقى موجودون النهاردة حتى لو لو يوفقوا لا قدر له على الآن يعتبر عن خبرات يا محسن حتى لما بنتكلم على الخبرات طبعا أكيد الأجواء هتبقى أجواء رائعة أكيد في أبوظابي وأكيد هتلاقي مدرغات الاستاذ مليانة بجماهير النادي الأهلي واللعيبة اللي شايفينها قدامنا دي لعيبة صغيرة آه لكن زي ما شفناها في كاس الربطة لعيبة عن لابسة شرط النادي الأهلي لا بالضبط ودي فرصتهم يعني نشوف النهاردة في المنتخب مثلا واحد زي أحمد فتوح مثلا وقف خطورة أشرف حكيمي وأشرف حكيمي أغلى مدافع في العالم ريال مدريد أنتر ميلا أنا كمان أكلمك بقى على محمد عبد المنع محمد عبد المنع وعمر كمال كل الناس دي اللي هم طلعوا وظهروا مع المنتخب حتى مش أقول محمد مجابر أكيد طبعا حارس دولي لكن حتى محمد صبح يعني بيشيله في وقت صعب جدا 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 وبيشيل الفرقة وما عارفش حتى المنتخب المجربي شوط عليه شوطة ولله الحمد يعني كان ممكن يهزة ثقة فيه فالشباب الصغير دي بقى فرصته أعتقد إن شاء الله الشباب الصغير بإذن الله بإذن الله يشرفوا النادي الأهلي ومش مطالبين بأكتر أن هم يقدوا بروح قتالية عالية جماهير النادي الأهلي بتقدر ده جدا 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 أنا كنت واحد في النادي الأهلي وعارف لما جماهير النادي الأهلي بتشوف اللعيبة بتموت نفسها في الملعب ولقدر الله فيه خسارة أو تعادل ده بيكون مقبول لكن أهم حاجة الخبرات كمان على مستوى الخبرات بنتكلم على لعيبة يمكن أول مرة تشوف الأجواء دي أول مرة تتواجد في كاس العالم للأندية أول مرة تلعب تحت ضغوط هنلاعب فريق محترم فريق طبعا منتريل المكسيكي فريق كبير ولكن زي ما بيقول إن شاء الله بإذن الله بقياة طبعا سيد عبد الحفيزي اللي بيقوم بدور كبير جدا على مستوى إدارة الفرقة في جميع الأحوال الإدارية كمان بإذن الله أنا متفائل لمحسن إن شاء الله أنه نحن يعني عايزة حط ضغوط على اللعيبة لكن يعملوا اللي عليهم والجماهير هتتقبل بشكل إيجابي بالضبط فريق منتريل فريق كبير بيدربوا أجير كالمدرب المنتخب المصري عبل كده فالناس أو عارف لعبة مصر هو أكثر دراءة بيهم كل النقطة دي بتصبوا في صلاحهم هم للأمانة بالضبط فعشان كده لكن في النهاية الناس متقبلين ومش طالبين منهم غير أنهم يلعبوا يعملوا اللي عليهم لأن المباراة الأولى هتفرع يعني منتخب إن شاء الله عفوا للأهل لو وفق في المباراة الأولى وصعد منها ده هيرجع له بقى التدعمات الأخرى من اللعبة الدوليين يكونوا رجعوا إن شاء الله من الكاميرون ويقدروا يعني يبقى في صبرتة عالي للفريق أعتقد ما حدش يزعل منهم الناس عارفة الظروف متقبلة أي نتيجة بشرط أن أنت ما تنتخذها لشيء طبعا إحنا زي ما متعودين إحنا هنا في قناة النادي الأهلي وورا فرقتنا في أي مكان ومتابعين مع حضراتكم وزي ما حضراتكم شايفين وصول بعثة النادي الأهلي بالسلامة لإن شاء الله أبو ظبي والاستعداد للمباراة إن شاء الله يوم السبت أمام منتريه المكسيكي هنتابع لسه مع حضراتكم كمان بعثتنا بقسة النادي الأهلي وحنرجع أكيد لمنتخبنا المصري وإن شاء الله المباراة أمام الكاميرون خلينا نشوف كل ده بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عايزة أكلم كمان دقتين كده على النادي الأهلي ومشواره في كاس العالم الأندية اللي حيبدأ إن شاء الله يوم السبت رغم الإصابات الكتيرة لكن كمان عندنا عناصر خبرة يعني بنقول آه فيه فيه غيابات كتيرة على مستوى اللاعبين الموجودين في منتخب على مستوى الإصابات لكن اللي شفناه حتى من الشباب واللي قدوا في كاسر ربطة من خلال أداءهم أمام الإسماعيلي وفرق كبيرة ده ممكن يطمنا شوية إن شاء الله ممكن نعمل حاجة كويسة بالتأكيد النسعى يعني مديالهم الثقة بس يا المشكلة بس الإجابة الدوليين اللي يعني مثلا محمد شنوى طبعا الحارس الأساسي اللي كل منتخب فبرضه الفجوة كبيرة بينه بين الحارس التاني على الروف طبعا له كل التأدير لكن طبعا طوارق بينه طبعا يعني الفرق كبير شوية كذلك برضو حمد فاتحي مع عامر السلية يا محمد شريف المهاجم بتاعك الرئيسي حتى البدر بنون مدافع طبعا الحمد لله نرجع لك ديانج وعالم علول ده يدي لك برضو صبرت أقوى في المرش اللي جاي إن شاء الله لكن طبعا موجود برضو أكيد في خبرات وليد سليمان في محمد مجدي أفشا أكيد مع بقية العناصر وأحسن الشحاب موجود يا سيد إبراهيم صحيحا العملية مش ضائعة خالص لكن صعبة خلينا نكلم بأمانة المشور صعبة جدا مونتيري المكسيكي تاريخه حتى مع النادي الأهلي وفريق بصراحة يعني بلغة الكورة نقدر نعلم أنت لسأكلمك أنت يعني من خلال متابعتك وانت قلت نقطة مهمة جدا أن طبعا أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق فأكثر دراية بينا يعرف هو المدير الفني الحالي مونتيري هو يعرف يتعامل معك إزاي عارف اللعبة بشكل أو بآخر عارف الأجواء في مصر عارف قمة النادي الأهلي مش لسه يدور على جوجل ويشوف ده مين وخد إيه ولا عمل إيه فدي بتبقى نقطة بتصبه في صالح يعني كلها منا أن اللعبة للنادي الأهلي زي الجينات اللي حركة كلمت عليها في الأول اللي هي روح الانتصار اللعبة الحد آخر دي يا رب إن شاء الله يمكن عايزة تحضير يمكن نفسي أكتر من فني شوية على مستوى التحضير النفسي أعتقد مهم جدا وده بيجيده مسماني بشكل كبير جدا يعني أعتقد على المستوى الإداري ما عندناش أي مشكلة خالص على المستوى الفني زي ما بقول لك المطلوب في الملعب اللعبة تقدر تشتغل لكن الخبرات والخط ده بس بتاعت الداخل الأوامنية يعني كاس العالم اللعندي بتلعب فرق كبيرة هي دي اللي عايزة شغل نفسي هي دي للأسف هي أكبر عقبة لنا لأن إنت لو أخدت بالك مثلا مباراة الأهل وبار رميونك في البطولة الأخيرة اللعبة كبارة أنا أتخطف أرغب أنه وكلنا استحسننا نتيجة لين بس والأهل اللي ملعبش اللعب وليه مش عشان ده بار رميونك لا هو تخضم ترحت في مستوى تاني خالص ليه في الموضوع يعني كان لسه بار رميونك كاسبان بقى برشلونة 8 ومش عارف واربعات وخمسات والحاجات اللي بقولها في أوروبا دي لا إحنا هنا كرة في الأول في آخر على قدنا بعيدة تماما عن بار رميونك فبالتالي أنت النهاردة دخلت برضو في كادر تاني مونتير المكسيكي معاكة تشيلسي اللي إن شاء الله طبعا لو كان أهلي يكمل ممكن يقدر يقابل ده لكن طبعا الظروف صعبة لكن في نقطة إيجابية أن اللعبة معلاش ضغط صحيح اللعبة الصغيرة في النهاية تحرف وسعية ساعات كتيرة اللعبة اللي بتلعب بتاح الضغط بتأدي بشكل أفضل بالضبط لسه قال حركة منتخب الجزائر ما كانش تحت ضغط خط البطولة تحطى تحت ضغط تخرج من الدور الأول بتبقى محتاجة بتبقى على الجزائيات الصغيرة يعني الفريق النهاردة ما حدش هيقول العيد ده مسلا يعني الهدف كان سبب منه والناس كلها بتدعم الشباب الصغار تحديدا الناس بتدعم ده صحيح أنا يعني في اعتقاد الشخص دي مسماني على مستوى التأهيل النفسي مهم جدا بالضبط بالنسبة للأولاد الصغيرين اللي أول مرة يلعبوا في محفل طوير زي كاس العالم على مستوى الأداء مش هيقول أكتر من أعمله اللي عليكم يعني طبعا حارب على فلينة نادي الأهلي حارب في الملعب روح عالية جدا اللي شفناها الروح اللي شفناها والأداء اللي شفناها مع الفارق طبعا من كاس الرابطة وكاس العالم لكن هي دي الروح إن شاء الله ممكن نعمل بها نتيكوس طيب نرجع لمنتخبنا كنا بنتكلم على كيروش كيروش اختلف تماما من حيث من حيث التغييرات من حيث توظيف اللعيبة وبدأ بلغة القرى كده خلاص حفظ حفظ اللعيبة وحفظ شكل منتخب اللي بيقدي بشكل أكتر من الرأي وعلى يا كابتن كانت أكبر المشكلة لكيروش الأول ما ظهر هو بكل وقت يعني وجاء قبل الجولة التالتة للتصفيات المرحلة التانية قبل مرش ليبيا وكانت ليبيا ساعتها هي متصدرة البطولة بستة نكات وانت كنت أربعة من فوز وتعادل بما يعني أن انت حتى لو ليبيا كسبتها وانت كسبتها فهي الأول صحيح فكتت خطورة كنت تلعب لأنني عايز بس فوز وتعادل على أقل تقدر إلا بيكم انتصارين فهو جاء ومن أول ظهور لي عمل شخصيته القوية يعني فرش شخصيته القوية استبعد أفشا وشريف ومصطفى فاتحي ومين شريف ومصطفى فاتحي هدف الدوري وتاني هدف الدوري يعني ما شافش وبعدين لما حق المراد وكسب ليبيا رايح جاي واعتلى في الجولة الخامسة والستة الأخيرة استبعد طرق حامد لعب الزمالك يعني وزيزه يعني اللي هو بالبلد كده ده بحل قطة للأهل وللزمالك دول أكبر اتنين في مصر أنا مش راح مستبعد لعبيتهم وواجه الإعلام إعلام القوة طبعا للقربين بكل قوة ومحدش تكلم معها لأنه حقق الهدف كان كويس يعني أنا كنت مسحسن مثلا بطولة العرب دي رغم النهاية والدية وكنت أتمنى المنتخب يصل زي ما وصل كده للمرابع زهبي عشان يلعب أكبر كمه من المرابعات لأن الجيل ده مع المدرب جديد في وقت دي محتاج اللعبة تاخد على بعضها هو ياخد يفهم الناس أكتر عشان كده بدأ يجرب ويعمل والناس انتقدوته كتير لكن أفضل الوقت أن أنت كمان أنت متحضر كنت متحضر لبطولة أفريقية لكن كنت كمان متحضر للأهم الأهم المهم والأهم المهم كاسة المؤفريقية والأهم كاسة العالم أنت دعا ما نفعش مروحش أنك يعني كان المنافس فأولا لما داف كاسة المؤفريقية وقال التصريحات اللي دايقت الناس وبعدين راح راح مكملها بالأداء السيء جدا جدا في الثلاث مرشاة بصراحة حتى اللي كسبناهم مع غينيا بساو والسوداء وبعدين التغييرات يا عم انت عايز تمشي يعني نسبة انت عايز تمشي وتاخد شرط الجزاء الضخمة نسبة تتكلم وطلع الكلام من أتحد الكرة لا ده شرط الجزاء ستة شهور لا ده من السنة خلاص الناس صراحة في حتة تانية لكن لما عدل بقى والمنتخب قد بالعكس الناس ادت له حقه عشان بس زي ما انتقدناك ماليش خلاف شخصي معك انت انا باتكلم على قدرت المنتخب انت مجدش في المارش الأولان ولا التاني ولا التالت لكن جيت وحضرته بقوة هنا بانتقدك وانا برفع لك فعشان كده عمل ده هو زي ما انت حرك حتى مارش كود دفور بالأداء العالي انا قلت ممكن نخسر حتى من كود دفور نفسها بدربة الجزاء والناس ما كانتش هتزعل ما كانتش هتزعل هتزعل بس ان احنا كنا عايزين نكمل لكن على مستوى الأداء انا شايف ان فيه اختلاف كبير جدا جدا ما بين دور المجموعات وطبعا دور الستاشر وطبعا ربع النهائي على مستوى الفني على مستوى الأداء الفني لكروش المدير الفني لمنتخبنا القومي تعالوا مع حضراتكم نشوف تصريحاته احنا دايما فيه جدل في تصريحاته لكن انا من خلال متابعيتي تصريحات الأخيرة تصريحات متزنة جدا تصريحات واقعية جدا تعالوا مع بعض نشوف ال ايه كروش بعد الفوز على المنتخب المغربي اثنين وح الاهم الآن هو البقاء واستشفاء اللاعبين جسديا وعقلية واللعبون مجهدون للغاية خاصة ان التقصى حار جدا والرطوبة وكان صعبا جدا اللاعب لمدة 120 دقيقة سنطور برنامجا دقيقا للتحضير لمباراة الكاميرون نريد ان نكون مستعدين للكاميرون لاننا ندرك انهم فريق تنافسي للغاية وقوي جدا اذا ما سيطرنا على الكرة فلن نخسرها بسرعة امام فريق قوي وجيد الكاميرون ده كان كروش بعد مباراة والفوز على المغرب اكيد بيتكلم على موقات طبعا على مستوى الكافرينج على مستوى الاستشوى زي ما بيقول هو محتاجين الاستشوى على المستوى البدني وعلى المستوى العقلي اه بالضبط لان طبعا حظه سيء في عضل اصابات اللي جات بشكل متتالي كده في المرشين واربعة الشناوي وابو جبل واحمد حجازي يعني ان شاء الله يكون عند المواعد لكن هو بيعجبني فكيروش التاريخ ده يبقى للتاريخ لكن الملعب يختلف فعلا الملعب يختلف بدليل ان انت مثلا هتقول انت كسبت كودفار وانت كت متفوق طبعا انت كسبت المغرب وهي قد متفوقة او متفوقة تاريخيا عليك حتى في المباراة نفسها انت عملت ريمونتاد عليها يعني هي اللي بدأت المباراة متقدمة وانت قدرت ترجع عليها بهدف بالتعادل وبالفوز وكان ممكن يبقى اكتر من كده كمان فيما لو وفق المنتخف في تسجيل حتى الهدف لما ياسين بونو خرج من ملعبه في الدقيقة 120 او في لقعة الضاية لكن هو عجبني ان هو بيتكلم دائما على ماتش الكاميرون ماتش الكاميرون انت انا فوجة نظر لو اتلعب تكورة طبعا نكمل نكمل كلامنا عليك روش بعد فاصل فاصل سريع ونرجع مع حضراتك زي ما تبعنا مع حضراتك وقبل ما نرجع طبعا طبيس فرقاتنا فريق النادي المتجه الى فندر الاقامة في ابو ظبي ان شاء الله استعدادا لكاس العلم الاندية اتكلمنا طبعا النادي الاهلي واتكلمنا ان الضغوط متشغل على اللعيبة على الجهاز الفني بالاصابات بالغيابات ولكن بنأكد تاني يعني اللعيبة تعمل اللي عليها والجهاز الفني يعمل اللي عليها والباقي يعني مش مشكلة جاميري النادي بتتقبل مش هتتقبل الهزيمة بشكل مهم لا متقبلها في ظل الظروف في ظل الظروف اللي بيمر بيها منتخب مصر اللعبتك في مهمة قومية بالظرر مش بيدلع وده في مهمة قومية والناس كلها صبرت المنتخب ما حدش تكلم خلاص وده شيء يحسب لجمهور الاهلي وقدرت الاهلي وما قالوش بقى وفريقنا واصطر على في مهمة يعني لو ما تيكت اختار باللاثنين اكيد مصلحة المنتخبية رقم واحد هو الاهم ان شاء الله نتمنى يكلل بالنجاح والمنتخب يحق المرض ويفوس بالكاس والاهلي بيسعد الكاس العالم كل سنة بيقدر ويقدر يقدر اللعب ان شاء الله يعملوا حاجة المقش الأولى مهمة جدا انا دايما بقول بايرو برضو يا محسن ده النادي الاهلي والنادي الاهلي على مر العصور عارفين ان كل اللعيبة طبعا والمنتخبات على مر العصور القوام الاساس للنادي الاهلي واكيد والنادي الزمالك طبعا لكن كمان دليل ان النادي الاهلي خلي بالك بعد الناس قالت لا خلينا النادي الاهلي احسن يعتذر ومن روحش كلام ده ليس من شام الكبار النادي الاهلي بمن حضر النادي الاهلي بيحضر بطولة على مستوى عالمي ونروح حضراتكم فاكرين زمان لما خدنا اعتقد كاس مصر وكنا بنلعب الناشئين امام نادي الزمالك وطبعا مع الفارق طبعا في الخبرات لكن زي ما بقول النادي الاهلي راح وان شاء الله من روح بالولاد اللي عندهم عشرين سنة وطمانتاشر سنة شفنا قدي ان هم عندهم روح النادي الاهلي وعندهم الغيرة وعندهم الحماس اه لسه ناقصهم الخبرات لكن كمان يكتسبوا الخبرات من خلال هذه البطولات الكبيرة كلنا ثقف في بعثة النادي الاهلي اللي هنتبحى اكيد مع حضراتكم خلال طبعا شاشتنا هنا لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا وان شاء الله يعني منتخب مصر يعود لمصر ان شاء الله بالتمنى الافريقية موسيقى 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 أهلا بحضراتكم مرة تانية محسن عايزين نتكلم ان شاء الله بإذن الله كنت قبل الفاصل بقول ان شاء الله بإذن الله منتخبنا يرجع بالتمنى انت شايف ايه اللي لازم يعمله المنتخب المصري للفوز على الكاميرون وبعد كده بقى اما السنغال اما طبعا بوركينا فاسو لكن خلينا نقول مباراة الكاميرون مباراة الكاميرون والله فيها شقين رقم واحد المنتخب يعمل عليه زي ما عمل قدامكم الدفور نفس الروح بالضبط مش مطلوبة أكتر لكن الجزء التاني مش في إيدك انت يعني الناس متخوفة منه احنا كلنا متخوفين منه التحكيم بعض الأمور الأخرى لكن خلينا بس اقول الحركة لو لعبة كورة هي في صالح مصر لأن كل الضغط اللي بيتولد ده بيبقى على على منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور وعلى ملعبه ومنتخب مصر بيفيرش معك كلام ده خلينا نكلم بكل أمانة لا برى الأرض ولا جمهور والكلام ده مش معه منتخب مصر بالدليل يعني أنا نهاردة عجبني تصريح استحسنت هذا التصريح لصمه لقيته ما قالك استعدوا جيدا لمباراة المصر لأنها قد تكون حرب يعني بيشبهها لأنه مرش قوي جدا بعيد بقى عن جنبي والحاجات اللي انت قابلتها كلها لك المباراة دي هو خلي بالك المنتخب الكاميروني كان مشواره وطول حتى الوصول كان سهل جدا لأتقاضي كل المستويات كانت قليلة بالنسبة لمنتخب الكاميروني يعني على أعتقد منتخب الكاميرون دي أول مباراة أول اختبار رسمي زي ما كان أول اختبار رسمي مثلا للمغرب يعني حتى الصحافة المغربية كلها قالت ده أول اختبار رسمي للمنتخب المغرب ما احترمنا لكل المرشات اللي أبليك ده ده أول اختبار رسمي حتى لما يغير بغانا غانا ما كانتش في الموضوع خالص يعني حتى بدلنا خرجت مركز رابع في مجموعتها لكن ده أول اختبار حقيقي أنت بتقابل المنتخب متمرس في البطولة الأفريقية لو لعبتكور أنا بقول لحضرتك تميل صالح المنتخب المصر بكل أمانة ولا يسمي جاملة طبعا أتمنى وأتوقع لكن على مستوى التحكيم على مستوى حكم الساحة على مستوى حكم البار نصبتنا كلنا شفنا الحكم سنغالي في مرش المغرب كان مستفز للجانب المصري بشكل يعني مش برضو مش تحيز لما تتابع تلاقي مثلا لعبتك المغرب كلهم ما اعترضوش ولا مرة لأنه ما فيش أي حاجة أي احتكاج تيت على مصر يعني ما بالراحة حتى أنني رجل محترف في الدور الإنجليزي اللي يخليه يخرج عن شعوره بالشكل ده لأن فعلا ما لمشي اللعب ويعمل لك فاول كان ممكن يسجله مثلا أشرف حكيم هو متمرس في كده فهي دي الجزئات اللي كنا خايفين من وأصبح تخاف أكتر لما قرأت أنه بكاري جسام غالبا هو حكم مباراة مصر وكاميرون لأن طبعا يفصل برده كتير مع الأمدية المصرية وأبرزها النادي الآلي فالحاجات دي بتقلق لكن طبعا نتمنى لعابتنا ما يتحطوش تحت الضغط ده الانفعالات والنوافلت يعني عن شعوره أو يخرج عن شعوره ما تديش الحكم فرصة أنه يستغل يستغل نرفزتك أو يستغل فاول مالوش لازمة أو أو وعندك خير ودليل مارش المغرب أنت بادئ المباراة مغلوب وشورت بحاله مغلوب وقدرت ترجع وشورت إضافي شورتين إضافين وقدرت تكسب واتكمل رغم أنت تقريبا ما كنتش بتلعب بحارس مرمى كامل احترم طبعا لمحمد صبح لكن طبعا كبراته كان فرق كبير جدا من كانت توقع الحارس ثالث والله يقف وفي مارش المهم وقدام المغرب لكن طبعا التالت اللعيبة قدروا يدلوا للثقة يبعدوا عنه أي حد يشوت وطبعا ربنا بفضل الله من قبل الكل أنه دعم أو ساعدنا في ده لحد ما عدينا بس مارش المغرب أنا كان كلهم متخوف أننا نصل لضربات الجزاء طبعا ملهاش كبير وربما كان محمد صبحي كمان بالضبط ولادة نجم زي ما حصل مع أبو جبل طبعا أبو جبل نجم مش ولادة نجم ولا حاجة لكنه نجم لكن قدر يصد فكانت ليلة أبو جبل زي ما قولوا فالفكرة هنا المنتخب ما أعشى بقى نرجع الكلام ما أعشى في الاسترزيزات وقصد ما يحكم يعني بلغة الكرة بارد جدا ربنا ربنا بصورة زي ما أنت قولت ومركزين إن شاء الله بإذن الله الفوز لمنتخبنا محسن بنشكرك شكرا جزيلا نشرفتنا ونورتنا شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الكاس مصرية بإذن الله الكاس تتفهمنا تكون مصرية كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق لفريقنا نادي الأهل العظيم في مشواره في كاس العالم للأندية شكرا لحضراتكم وقابل حضراتكم إن شاء الله في حلقة جديدة ويوم جديد من محترف خميس الجاي في نفس المعادل شكرا جزيلا